اشتركوا في القناة توفي وعمره 63 سنة ونعلم أن عمره صلى الله عليه وآله وسلم مقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية الأخيرة منها أنه مكث في المدينة عشر سنوات وقبلها مكث في مكة 13 سنة وقبلها مكث أربعين سنة قبل النبوة طبعا فهل يمكن أن نجد هذه الأعداد بالضبط أربعين ثلاثة عشر عشرة الإجابة تتجلى مع الكلمة التي تتحدث عن وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي كلمة نتوفينك بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون سورة يونس الآية العاشرة ثانيا وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب سورة الرعد الآية الثالثة عشر ثالثا فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون سورة غافر الآية الأربعون انظر إلى أرقام الآيات ثلاثة عشر عشر أربعين تجد أن المجموع ثلاثة وستين لقد وضع الله هذه الآيات الثلاث في ثلاث سور نظنها عشوائية ولكن عندما ندقق النظر بأرقام السور والآيات التي وردت فيها مفردة نتوفينك نجدها محكمة إحكاما دقيقا ويظهر ذلك فيما يأتي أولا سورة يونس ترتيبها في المصحف رقم عشرة وترتيب الآية في السورة العاشرة وهو عدد سنوات الدعوة بالمدينة ثانيا سورة الرعد ترتيبها في المصحف الثالثة عشر وترتيب الآية في السورة الثالثة عشر وهو عدد سنوات الدعوة في مكة ثالثا سورة غافر ترتيبها في المصحف أربعون وترتيب الآية في السورة أربعون وهي المدة التي عاشها النبي قبل البعثة والمجموع هو أربعون زائد ثلاثة عشر زائد عشرة يساوي ثلاثة وستين وهو عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ترجمة نانسي قنقر